لم يعد فكهة الغلابة نقيب الفلاحين ينتقد ارتفاع اسعار التين الشوكي اخي انا عمري ما حبيت التين الشوكي ده ولا حبيت طعمه ولا حبيت شكله كان دايما العربيات في راس البر وانا كنت يعني هناك دايما بصيف كان التين الشوكي ده حاجة كده هو فكهة الغلابة فعلا ومنتشر جدا عمري ما كانته ولا حبيته بس في ناس بصراحة ملايين من المصريين بيحبوه جدا حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين قال ان زراعة التين الشوكي قليلة التكاليف بيحتاج الفدان حوالي 250 شتلة جهزة للإنتاج في خلال عام الشتلة بتتباع بعشرة جنيه في حين تباع الثامرة الواحدة من نحو 5 جنيه الفدان بيونطق 15 طن في المتوسط وبيتراوح سعر الطن من 18 ل 20 ألف جنيه بيتكلم حسين أبو صدام وبيقول للمصر اليوم إن التين الشوكي والمعروف بفكهة الغلابة بيصدر للخارج عشان بيستخرجوا منه زيد بيستخدم لأغراض طبية بيصل سعر اللتر الواحد فيه لألف دولار تقريبا حاجة جميلة جدا يعني طيب بيقول كمان إنه المساحة اللي بتتزرع في مصر المتين الشوكي بتزيد عن 60 ألف فدان منها 15 ألف فدان في محافظة المينيا الوحدة وهو محصول قليل استهلاك المياه يمكن زراعته كمصدات للرياح في المناطق الصحراوية لأنه يتحمل الجفاف ويقاوم التصحر لكن للأسف أسعاره بتزيد والناس ما بقتش قادرة تشتريه لو إحنا عندنا كل الإمكانيات دي للتين الشوكي طب هو سعره بيزيد لي يا جماعة طب إنتو ليه بترفعه سعره عن الناس طبعا حد يقولي المزارعين الجشعين والتجار الوحشين طب نقيب الفلاحين اللي بيقول إنه أسعاره بتزيد وبيشتكي للمصر اليوم إنه أسعاره بتزيد ما بيطلعش يقول لنا مين السبب ليه لا طبعا إحنا في البلد دي بقى فيها حاجة غريبة قوي بقى فيها المسؤول بيطلع يتكلم زي كده يعني زي الصحفي يطلع يقرأ لك الخبر وأن هناك زيادة في أسعار التين الشوكي وأن المساحة المنزرعة كذا كذا وأنه هذا هو فاكهة الغلابة وأن الناس زعلانة جدا حضرتك ده خبر أنا أقرأ كصحفي بمكتوب في الورق وأنا طالع أقرأ إنما حضرتك مسؤول نقيب فلاحين أو وزير أو رئيس جمهورية أنت يا جماعة كلكم تحولتوا صحفيين ليه معلش أو مواطنين قاعدين على القهوة والله يا باشا التين الشوكي غالي أيوة يا سيادة النقيب مودي اتنين تلاتة قاعدين على العربية تين شوكي يقولواها البعض دي واحد من الغلابة راح يشتري فاكهة الغلابة فيقول يلي بيبيع فاكهة الغلابة إنت ليه مغلي علينا فاكهة الغلابة فيبدأوا يشتكل بعضهم الاتنين والله يا بشاس للحكومة عملت والله يا بشس السعر غالي علي والله يا بشس لإيجار البيت ده حوار بين اتنين على عربية تين شوكي بس انت بقى كنقيب فلاحين او انت كوزير او انت كمسؤول انت بتتكلم زي اللي وقفين على عربية تين شوكي بقى مرت ايه ما تطلع تقول لنا مين المسؤول يا بشا ما تقول لنا الحكومة الدولار الاختصاد وزير المالية وزير التموين رئيس الجمهورية سد النهضة يعني انت شاور لي على المشكلة وانا اعرفها انما انا عدت اقرأ خبر دلوقتي نقيب الفلاحين اعملوا يقول لك غلط والغلابة والمساحة المنزرع انت بتديني معلومات ما انا هدخل اعمل سرش بربع جنيه هجيبي المعلومات اللي انت قلتها طب ما تقول لي بقى مين المسؤول ما تقول لي هنحل ازاي لا احنا في دولة تحولت كلها لان احنا بنقرأ اخبار بس لكن بنشاور على مسؤول لا عيب ولد مفيش كلام ده معندناش حد مسؤول انت المسؤول انتو الشعب بتخلفوا كتير وبتاكلوا تيني الشوك كتير